السلام عليكم يا شباب. النهاردة الحصة التانية. هنتكلم بقى على اشكال الفضلة في المجنبك فيلد. احنا للمرة اللي فاتت. النهاردة هناخد تعليم بقى كده بالمجنبك فيلد. هنجيب ورقة ونعدي منها سلك. هل نخل من ورقة كده نعدي سلك منها. كان نخل من ورقة تانية هنا. ونبدأ نحط شوية حديد كده. وبيبدأ نعدي في الايه? في فنبدأ نلاقي شكل او نلاقي بيترتب بشكل المجنبك فيلد. طيب شكل هيعمل ازاي? تعال نشوف. اول حاجة عند السنتر بتاع هنا كده. ما بقوش بقى ايه? زي المرة اللي فات. زي زي حواليه. لأ بقيت بقى طيب ايه كمان? بنلاقي ان تغير من وضرة التانية. يعني ايه? يعني ممكن ان هنا تبقى بقيمة وهنا بقيمة وهنا بقيمة تانية تالتة ربعة وهكزا. قيم مختلف. طب احنا في المنهج هنا بنتكلم على زي سنتر. يعني نتكلم هنا بس. القنون اللي احنا ندرسه بيحسب عند السنتر بتاع الكويل. بيبقى اي مسألة تبقى لنا في وفيها ما عندكش اي قبل نحسب لك برا او في اي ناحية في الارية بتاع الكويل. لا احنا بيكون عند السنتر بتاع الكويل. طيب. تعال نشوف بقى عند السنتر ايه اللي بيحصل. دي ارنو. اللي هاي لونجر سيركلا زمت فانا. اده سنتر زي ستريت برا لينز. بريبينيكلا بتوزا بلاين اف كويل. هما كلوه بخطوط ايه? برا لبعضها. وبريبينيكلا عالكويل نفسه. يعني الكويل لو كان اه سيركلا او حتى سكوير. فالمجنيدي فيلد بيعدي جوا كده. وهو بيعدي بالسنتر. فهو بيكون بريبينيكلا على البلين. بتاع الكويل. طيب. معنى ان هما يونيفورم او معنى ان الخطوط في الخطوط المجنيدي فيه البارل اللي باطعها ده معنى ان هما ايه? يونيفورم. طب شبه ايه? شبه الماجنيت اللي هو الشورت بار معنى. ده بتاعنا اخش بقى سيدي عقانون. القانون هيكون البي ايكولز ميو ان اي اوفر تو ار. الميو عرفناها خلاص تكلمنا عليها. كده عرفناها. الاي اللي ماشي جوه العرفناها. التو ده الان والار. الان هي عدد اللفات. يعني انت جايب السلك بتاعك كده مكون من لفة واحدة. ولا لفة كمان وتلاتة واربعة وخمسة وهكزا. كزا لفة فوق بعض. ده الار طبعا اللي هو الريديس بتاع الكويل. الريديس بتاع الكويل. كده احنا عايزة كل الحاجة في الايه? في القانون. طيب المشاكل هتكون فين? المشاكل هتكون في النمبر اوف ترنز. المشاكل هتكون فين? في النمبر اوف ترنز. النمبر اوف ترنز عشان نحسبها هي ايكولز لانس الواير على البرامتر. طول السلك كله على البرامتر. طيب انا بات كلم هنا على السيركل كويل. الى اللي هو البيريمتر بتاع السيركل تو باي ار يبقى انا عندي مثلا. آآ عندي مسلا سلك طوله. خمسة متر. وعايز نعمل سيركل او كويل الشركات بتاعها بتاع السيركل دي وون میتر 몰라 انا عارفة ان Allison الذي عندي اللي هي التو باي ار على بعضها وون میتر. يبقى السيلكل اللي انا جايبه ده يقدر يفصل كام بنفسانية. سيركل. ازا كان هو خمسة متر. بتاع السيركل اللي انا عايزها بمتر. هعمل ايه? هقسم الطول اللي معي. على البرامتر. على على خمسة على واحد بخمسة. يمكن يعمل خمس لفات منها. وهنشوف برضو اشكال مختلفة. اني مسلا ممكن اعمل مربع. عايز ارف السيركل بتاعي او السوري الواير بتاعي. على سلك مربع. فالبرامتر هنا هيكون او فور في السايد يعني. لان السيركونفرنس بعد السكوير ال و ال و ال و ال. يبقى اربعة ال. فدايما هو القانون اللوجيك اوي ان هو الانس الواير على السيركونفرنس بتاع السيركل. طبعا واضح من القانون وحتى كلوجيك لو انت ديجي تطبقها يعني بشكل عملي. ان الان والار مع بعض. الان والار مع بعض. بحيس ان انت لما تحب تزود الراديوس. هتلاقي عدد اللفات قال. تعالوا نفترض مثلا انك ديجي مسكت سلك السماعات بتاعك. السماعات وليكن طولها متر. لو حبيت تعمل منها لفة واحدة. لفت لها لفة كبيرة قوي. سيركل كبيرة قوي. عندها ريديس ايه? ريديس كبيرة قوي. طب لو انت مسكت نفس سلك السماعات. ولفيته خمس ست لفات. مش هيبقى اللفة دي مثلا ممكن يكون قد كده. اصغر شوية. يبقى الراديس هيصغر. يبقى انت لو حاولت بنفس اللينس انك تزود. هيقل. في نوع تاني من المسائل. هيقابلنا ان ممكن يجيب لي شكل جزء من سيمي سيركل. جزء جزء من سيركل. مش مش سيركل كاملة. نص رفة تلات ربع رفة ربع رفة او اي كان الشكل يعني زي هنا مسلا. واخد جزء من الايه من السيركل. السيركل ما فوت بقى اي حاملة كده. فوت نكملها كده. لا لا مش معي كل دا معي الحتني بس. فبنعمل ايه? بنقسم الانجل بنقول ان الاني ايكوال سيتا اوفر سري هندرد سكستي. طب جيبني اين الكلام ده? هي برضو مش قانون فازكس هي ريليشن ظريفة جدا انت عارفها هي. انت عارف ان اللفة الواحدة. السيركل الواحدة تديني يدي سري سكستي ديجري. ازا لو انا عندي مسلا اا في المسألة السيتا دي مسلا كانت بتلاتين. انا معي سيرتي ديجري. دول يعملوا كم سايكل. فهو هعمل يبقى تلاتين في وان ديفايدد سري سكستي. يعني تلاتين على سري سكستي. يعني سيتا على سري سكستي. هو ده اللي بنتكلم فيه. ولكن في النقطة مهمة هوي. خد بالك ان الانجل اللي احنا اللي بنتكلم عليها او السيتا اللي احنا اللي بنتكلم عليها دي هي السيتا ان فرانت اوف ز اارك. اللي قدام الارك. اللي قدام اللينس اللي معاك. اللي قدام الارك اللي معاك. يعني مسلا هنا كده. ده شكل مشهور اوي. هو هنا شاي الكامل. شاي الناينتي. يبقى انا معايا كامل. الارك بتاعي فين? هو ده السلك بتاعي ده الارك. ده السلك بتاعي. الانجل اللي قصاده اللي هي دي. دي كلها كام? اكيد تلتمية وستين ماينوس? تسعين. اللي هي امتوني وسبعين. فممكن ان انت تكتبها بترقية تانية. اكتبها عندك برضو. ان ممكن اقول سيتا على سيتا. ولكن هنعرف السيتا دي على انها مش الانجل بقى اللي قدام الارك. لا الانجل اللي ايه? الجزء اللي متاخد او مقطوع من السيركل. الانجل بتاعة الانجل بتاعة يعني. مش مهمة الانجل شو مهمة انك تكون فهمها. يبقى الجزء اللي متاخد مني يبقى حامل هنا ايه? على هي هي اني اقول لك مئتين وسبعين على تلتمية وستي. كلها بتعتمد على انت بتعرف السيتا على انها انهي. انهي سيتا. اللي قدام الارك ولا جزء اللي متاخد مني? طيب. طبعا اه طبعا من القانون لما زيد. اللي بتزيد. لما اي زيد تزيد. لما الراديس سي ال البي تزيد. يبقى انا هفهم من هنا كده. ببقى ان الراديس والبي اينبرس. الراديس ولو الار والبي ازان كلما الراديس سي ال كل ما البي كانت اقوى. يبقى لو عندي كزا كويل. الكويل الاصغر هو اللي عنده بي اقوى. مركز اكتر. طبعا لو كلهم شايلين نفس يعني ونفس هنشوف برضو الاسئلة. فنعرف من هنا نقول البي ايكوال انا هعمل لك بس واحد منهم وانت ممكن تكمل الباقي احنا تكلمنا في مجال السلوب ده كتير قوي ميو ان اي على تو ار اه ده القنون هو هنا رسمي البي والان فالسلوب بي على ان وديل الان بالمهي هيبقى بي على ان هيبقى لك ايه بقى ميو اي على تو ار وهكذا في الباقي طيب الدياريكشن هنجيبه ازاي الدياريكشن هنجيبه بحاجة اسمها امبير رايت هاندرول اللي اتكلمنا فيها برضو المرة اللي فاتت بس المرة دي يعني المرة اللي فاتت كان بيكون الواير بتتخيل لك مسك السلك باي ده كليمين الثمب صبعك التخين بيشاور في اتجاه كاربا والاثر فينجرز بيشاوروا على اتجاه الباقي ديك فيلد وكننا قلنا بيقول ايه 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 اوت طب دلوقت السلك مدور طب ايه اللي في ايه دي بيلف الجزء ده ولا الجزء ده اني حاجة بتعبر عن الجزء ده اللي هي صبعي كلها فالمرة دي صبعك هتبقى هي الكهربا وده هيبقى المجنيتك فيلد ايه اين يا اوت فبنقول ان انت لو عندك الكارنت سي مسلا كده ايه هرسم كويل اهو وكويل تاني هنا مسلا الكارنت ماشي صبعك مع الكهربا هتعمل كده كده هتلاقي ان بيشاو تحت تقربها معايا للوقت عشان مهمة اوي الكلام ده في صبعك مع الكهربا كده وده هنزل فين لتحت يبقى كده يبقى كده يبقى كده البي داخلة طب لو الكهربا هنا صبعك مع الكهربا اهيه كده تلف في فهتلاقي اوتوماتيك لين انت بيشار فين الفوق يبقى نعمل اوت يبقى دايما دايما لما الكارنت تمشي بيعمل اين يعمل اوت ده في رول تانية هتعرفها بس كنظري اسمها هنتخيل ان احنا بنربط مصمار وبالتالي لما نيجي نربط مصمار احنا بنلف ناحية اليمين نسا فكل ما انا اربط كده الف يمين المصمار ايه يعدي في الترابيزة فبيقولك ان ده وال ان هو بيتخل جوة الترابيزة ده كده طبعا يعني هي انت عمرك ما هتستخدمها انت مش حاسمها انك يتيلك مسألة بتعطي تخيل ان يفهم بيتربط وبيلف مش عارف ازاي هو الكلام ده انت بس اطرفها كنظري ان ريتحان تستخدم في الترابيزة بتلميجين الكفيد بس انما انت هتستخدم ايه الامتحان انت هتستخدم وهتستخدم اللي حاولها كمان شوية بس دي انا عايزها في مش هنا يبقى اطلطت منك لقاتي تعرف دي اتعرفها كنظري ورميها مش عايزان لقاتي دي هنحتاجها في بس تبع عارف لما الكهرباء تمشي الكويل اكيد هو سيركل كده ليها وش وليها ضهر زي الكوين زي الجينيك كوين ما لكو كتابة دي وشين لو الكهرباء بتلف انتي كلوك الوش اللي من فوق بيكون نورس بول ولو بيلف يبقى الوش اللي فوق بيكون ساوس بول تفتجرها ازاي اكتب حرف الاس كده عادي جدا واعمله الساهمين دول بس خلاص يبقى هو لو بيلف اهو لو بيلف يبقى بيعمل ايه بيعمل ساوس الكهرباء لو بتلف تعمل على الوش بس ده الجزء ده الصراحة هنحتاجوا يعني بشكل اساسي في تشابتر سري مش هنا خالص وعندنا طبعا نفس الرولز انك لو عندك اتنين فيلد في السين تعمل لهم بلوس او بوست ديركشن تعمل لهم مينوس تعمل لهم بيثاجرس مفيش كلام جديد نيجي بقى للكلام الجديد هلعمل ريشيبينج للواير اوف كونستان اوف كونستانت لينز انتو اصيركلر كوي فاكر لما ترك من شوية هدلي كده سلك السماعات بتاعك او سلك الشاحن واعمل منه لفة واحدة هو نفس سلك السماعات او نفس سلك الشاحن هو نفس اللينز اللينز بتاعك فانت اللينز بتاعها مثلا متر اوكي سي مسلا السلك ده السلك ده طوله متر فلو انا عملت منه السيركل السيركل دي هتكون كبيرة جدا صح؟ لها ريدياس كبير جدا. طيب لو انا نفس السلك نفس الواير دي اهم نقط عندي ان هو نفس الواير هعمله يبقى اول مرة عملت منه نبقى لن ايكوال طيب المرة التانية هعمسك لنفس نفس السلك وحلفه واحد اين تلاتة اربعة خمسة. عملت منه كم لفة? خمس لفات. خمس لفات بقى ريدياس عديه. صغر جدا. يبقى انا عرفت ان فيها رقة انفرس بين الان والار. فهو هنا عمل بي مختلفة. يبقى في الحالة الاولى لما كنت عمل منه لفة واحدة كنت مسلا مدخل من هنا من الكهربا واحد امبير مسلا. سي يعني اي اي رقب. اوكي? فعندي اي برقم معين. ومتعمل لفة واحدة. فعملت بي معينة. يبقى عندي ريدياس معينة. ان معينة اللي هي كان بوان لفة واحدة والاي كان بوان مسلا. خلاص? طيب لما نمسك نفس السلك واشكله ويبقى كده. اهو. بقى كم لفة? خمس لفات. وعدي فيه نفس الاي. هيعمل بي مختلفة او لا? هيعمل بي مختلفة. ما يجبنيك فيه اللي دي مختلف. لانك سيابتك غيرت النامبر وغيرت الريدياس. يبقى حدغير البي. عظيم. فهو عايز يقارن من الحالة اولى والحالة التانية. تعالى نشوف بشكل كده ايه. اه نسبتها واحدة قاعدة. طبعا انت عارف ان الان اي 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 الا على العلاقة بين الان والار. علاقة انفرس. طبعا ما انت مثبت نفس الواير. نفس اللينس. نفس السلك. اوكي? يبقى قاعد رأقول ان الان انفرس مع الريدياس. وبالتالي. بيبقى ان الان انفرس مع الريدياس. يبقى الان على الان تو ايكوال ار تو على ار ون. عظيم? عظيم. تعالى بقى نيجي للريشيو. مش دلوقتي لما نجي اعمل الريشيو. بي وان على بي تو. اه نفس الميو تكنسلت. هعملها عشان الناس اللي مش مترجمة. ميو وان على ميو تو. ان وان على ان تو. اي وان على اي تو. طب والريدياس لقى العكس. اه اه طو ار تو على طو ار وان. طب اركز بقى معي. الميو هي هي الميو. والكارنت هو هو الكارنت. والتو هتتكنسل. خلاص? فهيبقى لنا ايه? اللي انا كاتبه ده. ان وان ار تو على ان تو ار وان. طب ما احنا لسه قيلين? ما احنا لسه قيلين? ان الان وان على ان تو بتساوي الار تو على ار وان. فانا ممكن اشيل من هنا ان وان على ان تو اشيلها واكتب مكانها ار تو على ار وان. طب ار تو على ار وان فار تو على ار وان? ار تو على ار وان الكل ايه? الكل سكوير. وممكن ان انا اشيل من هنا او اعود من هنا ار تو على ار وان بكم? بان وان على ان تو حاجة من هنا كده. بالزرق ده. حشيل الار تو على ار وان. واكتب ان وان على الان تو. فتبقى ان وان في ان وان. بان وان سكوير. وان تو في ان تو. بان تو سكوير. يبقى زي مسألة الرشو لو انت فاكر بتاعت شابتر وان. لما كان بيبقى نفس مسألة السلك الواحد. كنا بنقول ان الار ضايرك مع الال سكوير. فاكر? كنا بنعمل الار وان على ار تو. ايكوال ال ال quest. نفس القصة هنا. نفس القصة هناwiكتكلم على نفس الواير. فتقول ولو هواو غير فان نيبقى يبقى بي وان على بي تو ايكوال. ان وان على ان تو. بس عشان هو نفس الواير. فهحط بور 2. ليه اصلا لما انت بتغير الان انت كمان بتغيير الراديس. يبقى في حاجتين بتغير عشان كده. عملنا باور تو. هقول لك بطريقة كمان عشان لو انت مش فاهم التعودات البسيطة اللي حصلت هنا نكتب مثلا نشغبت هنا شوي البي ايكل ميو ان اي على اتنين ار انا دلوقتي قدامك لما مسكت السلك ده ومتعامل منه لفة واحدة اهو وان سيكل الريدياس بكام بكل ده كل المسافة دي وليكن 20 سنتي يبقى لما الان كان بان الار كان ب20 سنتي طبيعي جدا ان انا لو غيرت عدد اللفات وخلتها لفة واثنين وتلاتة واربعة وخمسة عملت منه خمس لفات طبيعيا ان الريدياس يحصله ايه الريدياس يقلي جدا يبقى حضرتك لما زودت الان صغرت الريدياس تعال نشوف تأسير الكلام ده على البي هو مش لما الان تزيد مش لما الان تزيد البي هتزيد طبعا طب ولما الان تزيد قدامك عملتها لك عملي الريدياس بيحصل له ايه الريدياس بيقل دي واحدة الريدياس هي ايه الريدياس هيقل لما زودت عدد اللفات الريدياس قال ولما الريدياس يقل البي يحصل لها ايه تزيد عشان هما يبقى لما انا زودت الان البي زيتت كم مرة مرتين ليه؟ علشان لما الان تزيد البي تزيد ولما الان تزيد الار بيتقل فالار لما تقل البي تزيد عشان كده جات من هنا حتة بي وان على بي تو ايكوال ان وان على ان تو الكل باور تو طب ولو هو لعف الريدياس يعني هو في المسألة بيتكلم عن الريدياس هتقول لي ار تو على ار وان الكل باور تو برضو تمام؟ يبقى قانون الريشايبينج ده رجع كده قانون الريشايبينج خلاص معروف انه اه لو في السؤال كلمني عن هيبقى ان وان على ان تو الكل باور تو لو كلمني عن الريدياس ار تو على ار وان الكل باور تو نيجي بقى لجوزئة المهمة قوي اللي عايزة فهم محطة برضو بس تاكده من شابتر وان الاول بس في عندك غلطة ما باقي هنا عايزك تعدلها ان هنا فيك وان اوفر هنا كده شايف شايف الاي فوقيها وان اوفر وان اوفر طيب تعال بقى نتكلم على موضوع او الادنج بص يا سيدي ادي السلك اهو والله يلفناها خمس لفات اوكي هو مش سلك للكوية الاول يعني سنت اعتبره سلك للكوية السلك ده وبنجينا اه وصلناه بباتري البطارية وليكن اتنين فولت وبنبا كده قصين منه ورمينا في الزبالة يعني قصيت منه نص السلك ورميته في الزبالة واللي تبقى معي وصلته بنفس الباتري الاتنين فولت واناكن معي سلك قصيت منه عملت واللي تبقى وصلته بنفس نفس نفس دي مسألة المسألة التانية اني هعمل هوصله بنفس نفس ففيه فرق ما بين نفس ولا نفس تعال بقنافهم القصة دي تعال نشوف كده طبيعي جدا لما حضرتك تعمل للكويل انت بتقلل عدد اللفات يعني بتقلل الجزء بتقلل الجزء من الكويل بتاخد جزء من اللنس يبقى انا شديد حبة كده قمت ايه قصص ورمي جزء في الزبالة فاللي تبقى معي اكيد عنده لنس قلب صح يبقى مثلا بدلا ما كنت مستخدم المتر كله بقيت مثلا مستخدم نص متر فاللينس ايه نقل طب ما هو لما اللنس يقل الر اصلا تنسحة ايه ارجع معي بقى بقى بشابتر 1 لان ال R وال L ايه ظاهر طول السلك لما يزيد ال R تزيد عظيم لحد هنا بقى ايه لازم تركز في حتة مهمة قوي في السؤال قوي لان الكلمة دي بتودي الأنصر رفع تاني خلص هل هو هيرجع يوصل بنفس ولا بنفس لو بنفس يبقى طالما نكتب بقى القلوب نفتكر بقى قمز له يبقى 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 ثابت خلاص ملكش دعو بيه وحضرتك قللت يبقى هتزود ايه هتزود يبقى هجيه هنا اقول له انت لما تقلل بتقلل بتقلل بتزود بتزود الكرد تعالى نشوف تأسير الكلام دعا قانون والله فلنا تخيل ان انا قللت الان النص قللت اللفات للنص بقى ما كانا خلاص لفات بقى قلت اللفات للنص فالكابتن ده هتضرف نص طبعا انت لما تقلل الان للنص الان سيقل للنص الريزستنس اللي النص وعشان نفس الفولت فالاي هيزيد الضبل يبقى ايه ده طبعا هاف في وان يبقى احنا عملنا حاجة لأ يبقى هتكنسل فترجع تاني يبقى يبقى اللي جابقى ايه يبقى انا لو وصلت بنفس لو وصلت اللي انا قصيت من السيركلي وصلت بنفس الفولتج الان تقل الارت ايوة يعني القانون بقى في ايه في الان والاي فلما الان تقل فانت ما عملتش حاجة هيبقى لجابة ده عشان قال لي كلها كلمات بتقولك ان الفولت سابت فلما الفولت يبقى سابت والارت اللي هو قمز له طبيعي طيب امان لو قال لي انا وصلت بنفس اه اوكي مش تعالي نرجع خطوة الور نمسح ده نمسح ده والله يوانا كده كده لما باجي اعمل انا بقلل الان وبقلل الال وبقلل الريزيستنس ايه بقلل يزود انك تبقى مثبت طب ما هو في الشؤال بيقولك انا وصلت بنفس الراجل عايزه يعدي نفس خلاص يبقى الاي سابت يبقى الاي حصل له حاجة لا حرجع البي البي ميو ان اي على اتنين ار عملت حاجة في الميو ولا جيت جنبها عملت حاجة في الاي ولا جيت جنبها عشانا نقولك سيم كارنت سيم كارنت عملتلي ايه في والله السؤال قال لي انا حكيت خلاص اضرب في نص طب ما لما الان تقل لنص البي هتقل لنص بس خلاص الان قلت البي قلت خلاص كلام بسيط يعني طيب يبقى لازم اخد بالي من حتة هي تفرق جدا تعالي نرجع بقى خطوة الورا ونشوف الكلام ده تاني يبقى معلش غلط صلاح للغلطة اللي عندنا دي في اللي نلزمة هي هنا في فأنا لان طبعا لان طبعا الايه الار والاي عكس وبعد طبعا مش مع بعض هي بس هنا غلطة ما بقية يبقى هنا في وان اوفر طيب وتبقى انت داخل على المسألة انا داخل على السؤال كويل في قدامي كاتنج في قدامي آدنج ما انا مش لازم ان انا قص بس ما انا ممكن ازود ايه مشكلة بدلا ما اخلي الان مثلا خمسة اخليها عشرة فممكن ازود عدد اللفات فلما تزود عدد اللفات تزود اللينس لما تزود اللينس تزود الريسنس ولما تزود الريسنس والفولتس هابت على حسب يعني فالكاتنج والآدنج وانت داخل على السؤال انت ادماغك شايفة قدامك حاكتين نفس الحركة كده على يمينك على يمينك انت بقى وعلى شمالك وخلاص عارفنا لو لو الفولتس سابت ساعتها الانة ال الالت ال الارت ال الآي يزيد فالليه جبانه تشنج ما فيش اي حاجة تغير ليه لان لما الان قلت الآي زاد فخلاص انت ما عملتش حاجة يبقى اللي جابة ايه يعني يا مستر بعد ما كان عندي كويل خمس لفات وقصت منه لفتين ونص وريتهم في الزبالة وللفتين ونص تانين دول وصلتهم هيعمل لنفس المجيني فيلد اه إذا مسلا في الاول كان عندي خمس لفات بيدوني واحد تسلا امتشيل نصهم وموصلهم بنفس نفس الباتري هيدوني برضو نفس المجيني فيلد نفس التسلا نفس الكمية نفس نفس الرقمية طيب ولو انت دلوقتي بتتكلم على نفس خلاص عارفنا ان الان الان بتقل برضو والل بتقل برضو والقر بتقل لان كل دي حاجات ايه شابتر وانا حيات قاسية انت بتقل من اللينس بتاع السلك فبقل المقامة بس هل ده يستدعي ان الكارنت يزيد لا لانه قالك في السؤال ايه انا هوصل ما تجيش جنب الايه بقى يعني انت ممكن عشان تفتكر لي كده حطي لي هنا ايه كده واعمل عليها اكس كبيرة ما لكش دعوة بيها هو ما لكش هت على جنبها ما لكش غيرها فطبيعي لما خش كده على القانون انا ما جدش جنب التو ار ما جدش جنب الميو هو قال لي ما تجيش جنب الاي عشان صغر الان فصغر البي اللي هو عادي جدا نريش يديرك نافش ايه مشكلة اللي ان زادت البي هتزيد اللي ان قلت البي هتقال لي مهم ايه الجوز ايه دي لانها لو تفهمت لو انت فهمتها مش هتتلقبط ليه لان الكلام ده انا بالزبط كمان يعني اعتقد نص ساعة هنغير الكلام ده لان الكلام ده لما اجي اكلم بقى الى السيلينويد اللي هو كمان شوية الكلام ده هيتغير على حصول القانون فانت رازل تكون تفاهم انت بتعمل ايه اكي فمهم ايه الجوز ايه تعال كده نشوف مع بعض اول سؤال اول سؤال بيقول لي ده كده طول السلق كله كزا معي عند السنتر بتمانية وربع مايكرو تسلا عايز مني نكتب القانون البي ايكول ميو في الان في الاي دي بايد اتنين ار والله همستر احنا معانا الار ومعانا التو ومعانا الميو ومعانا البي واحنا عايزين الاي نقصك مين يا معلم نقصك النمبر اف ترنز طب ايه قانون النمبر اف ترنز لنس الوير على تو باي ار هعوض هحسب عدد اللفات جت عدد اللفات لفة لربع اللي هي خمسة سبعين ونرجع نعوض نجيب الاي مسألة مباشرة نفرش حاجة رقم اتنين عنده راديس ده كده ده كده راديس ترمنا تكونيكت بتعباتري فورتين فولت ده وبيديني مجنيد تقريبا خمسة تسلا ده كده عايز عزيم طب احنا ممكن نفتكر مع بعضا من الريزيستنس اصلا كده كوي كان والله الريزيستنس كانت في على اي ال في مشكورا معاك باربعتاشر فولت اه الكرنت فين بقى هارجع افكر في قانون تاني انا ماخد في قانون شابتر تو البي ايكول ميو في الان في ال اي ديفايدد اتنين ار والله معاك البي والميو والتو والار والان سيركلا الان لأ الان هواخد مني شايل مني يبنى معاك كام سيراند سكستي ماينس يعني الان هجيبها ازاي الانجل اللي هو كل ده طب ما انا مستعد بطلق بطلق كده خلاص اشتغل بالقانون التاني اللي احنا زودناه مع بعض سيراند سكستي ماينس الجزء اللي متخد منك خلاص عندك القانونين اللي تنصح مفاش مشكلة وتجيب الان اه بكام خلاص يبقى انت معاك الان تعرف تعمل تجيب مين تجيب الكرنت وده اللي اعملته هنا يبقى عوضت عن عوضت عن الميو الميو على فكرة انا مش كتبعي لك في كل مسألة بقى لان هي خاص معلوفة رقم سابت يعني فاتبت ليه مش كتبعي لك عشان جدين بقول لك الميو معانا الميو معانا عشان هي رقم سابة احنا نحفظه زي الباي هو لازم اقول لك الباي بي كزا انا مش لازم طيب والان عوضت عنها هي والتو ار معي وهارف اجيب ايه هارف اجيب بالاي بعد ما اجيب بالاي ترجع اتعوض في اومزلو هنا مبهاش مشكلة رقم تلاتة يبقى اول مرة لفيته عملت منه تلات لفات وفي كرة انت معين عدة فيها ماشي يا عم والواير بعد كده بفكناه يبقى انا في اول مرة مسكته كده عملت مسلا منه تلات لفات ازاي انا عملت في الاول عملت مسلا منه تلات لفات وبعد ما عملت التلات لفات دول رجعت ان انا عملت ايه فكيته تاني ولما فكيته تاني عملت منه نفس الكارنت نفس الكارنت بتوين. طيب. تعال نشوف. نكتب القانون. والله لو انت يعني عايز تستنتج من الاول. الراجل قال لك ان هو نفس فانت مش شديجا بالكارنت في حاجة. التو ده رقم ثابت هيتكنسل. الميو رقم ثابت. اه بقى لي الان والايه? الان هو الار. وكل ما زود عدد الان كل ما يبقى القانون اللي قلنا ليه? يبقى ممكن اقول بي وان على بي تو اكوال الان الاولى على ان التانية الكل بار كام بار تو. ليه بار تو قلنا? علشان لما حضرتك بتزود عدد اللفات والعكس صحيح وجربها انت بسلك الشاحن بتاعك او السماعات. طيب. سؤال عايز اه شوية مخمخة كده? بيقول لي هنا. اه سيركلر كويل زا نمبر اف ترنز از هوندرد. معاك الان بتاعطو. اه. يعني مسألة فيها اتنين ماجنينك فيلد. الارض. اللي اتنين كوينسايدز. بيتقابلوا. يعني الله اعلم هما بلس ولا مينس. لان في ناس بتفهم كوينسايدز دي. يبقى هما بعض. لأ مش لازم. مش لازم. البي ارس قابل السنتر بتاع السيركلر كويل. بيعدي بالسنتر بتاع السيركلر كويل. انما ما اعرفش هو معاه في السم داريكشن او مش معاه. طيب. وفي كارنت معين. سري بوينت فايف امبير باسس سرو ات. ات وستون ذات. اف زا كويل از اوور ترند. كلمة اوور ترند. كلمة ترند باك. كلمة كارنت ريفرسد. كلمة روتيت والهندرد ايتي بيجري. ايدي الحتة دي تاني. وسجل الكلمات دي. اربع كلمات. اوور ترند. ترند. باك. طبعا روتيت وان ايتي دي جري معروفة. وكلمة كارنت ريفرسد. الكارنت تتعكس. دي كلها كلمات معناها ان هو ايه? الكارنت تتعكس. يبقى كلمة اوور ترند. ترند باك. بتدبن ايتي? ان هو لف في الناحية التاني. يبقى ممكن. الماجنيتك فيلد كان يبقى اين? يبقى into the page. بس لما يلف مية وتمانين. يبقى مية فيلد ايه? اوت. المهم. وينزا كويل وز اوور ترند. زا ماجنيتك فيلكس دي نستركز كده. بكمز دابل اتس بريبيس فاليو. الماجنيتك فيلد عند السنتر. زاد. الدابل للي كان عليه. هاتلي بقى الريديوس. ان الكويل اكبر من اليرس. البي كويل اكبر من البي ايرس. تعلم ما اخمخ فيها كده واحدة واحدة. الكويل واليرس كانوا بيتقابلوا والله اعلم كانوا سيم ولا اوبزت. ولما انا قلبت الكويل الماجنيتك فيلد زاد. اه طب ما هو كون ان هو زاد. يبقى انا اكيد عملت لهم بلس. يعني كانوا بقوا مع بعض. بقوا في السيم دايريكشن. ده مع ان هما كانوا في ال اوبزت دايريكشن. انا بيقولك لما انت غيرت اتجاه الكويل. لما انت قلبت الكويل. شقلبت الكويل. الماجنيتك فيلد عند السنتر زادت. طب ما هيزادت ليه? علشان اكيد والكويل بقوا في السيم دايريكشن. يبقى هما كانوا في الايه? في ال اوبزت دايريكشن. طيب قال لي كان بالزبط بالضابل. يعني البي توتل الجديدة بتاكول اتنين من البي توتل الاديمة. ده اللي هو اقاله. طيب انا هخمن ان البي توتل الجديدة انه هما بقوا بلس. بي سي يعني بي كويل. بي اي بي ايرث. اتنين من البي توتل الاديمة. فانا برضو هخمن ان البي توتل الاديمة انه هما كانوا ايه? عكسة بعض. طب من الكبير? الكويل. اللي بحطه قدام الماينوس. لحد هنا الفيزي خلصت. خلص. الفيزي خلصت ممكن اكتب لطي هعوض بس شايفت صلو خلصنا. فانت دا المهم عني انك تفهمه. واحدة واحدة الرجل بيقول لك لما عملنا عند السنتر زادت. مهاجمها اللي عند السنتر دا حاكتين. وهنا مسألة فيها حاكتين. القرص والايه? والفيلد. فبيقول لك لما انت قلبت. لما انت قلبت. الكويل الماجنيتك فيلد زاد. طب ما معنى كده انهم بقوا مع بعض في عشان كده عملتهم ايه? في الحالة التانية. لما بعد ما قلبت. يبقى اكيد في الاول كانوا ايه? كانوا عكس بعض. ما هي مع بعض? عكس بعض. طيب. خلاص كده. خلصنا. تبدأ بقى اتدخل التو جوه يلا. يبقى انا عندي بي كويل. بلاصل بي ايرس. اتنين بي كويل. مينس اتنين بي ايرس. دخل التو دي جوه ها. اللي انا عملته ايه. هبدأ دلوقتي جمع. ال ايرس في ناحية والكويل في ناحية. يلا. اتنين بي ايرس. النيجيتف تروح بالباستف. والبي كويل بالباستف تروح بالنيجيتف. اتنين بي كويل. حيجي لها. مينس بي كويل. يبقى لي. واحدة بي كويل. البي ايرس. حيجي لها باستف تو بي ايرس. يبقى عندي تلاتة بي ايرس. بس يا عم. خلصنا. البي كويل. اللي انت معايق بي كام. ميو. اه. الان هندرد. الاي. سري بوينت فايف. على اتنين ار اللي احنا عايزينه. الريديوس. ايكويل. تلاتة. تنساهاش. البي ايرس. طبعا ما اديها لك. خلاص. شفت صلبك الكريتور. تعرف تيه بالاي. تعرف تيه بالريديوس. بقى القصة كلها. الفيزيكس كلها. انك ازاي كنت تترجم. هما هما سيمة ولا اوبسط. هما هما بعض والعكس بعض. فمن الكلام بقى من الفهم. انك تشغل دماغ شوية. هتقابل واحدة زي في الواجب. عايزة برضو شوية بتشغيل دماغ. طيب. نتكلم على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده. اللي قدامنا ده. نص رفة. الريديوس بتاعها معنا الريديوس. عظيم. معه. موضح من الرسمة. مع كل السلوك اللي قدامك ملاش مقاومة. واسلوك اللي مصرم بيها يعني. والباتري معاك بتونتي فور فولت. الانترنل بتنين. مش. والبي عند السنتر معاك كمان. عظيم قوي. يعني معاك 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 المطلوبة يعني. عايز من الكارنت. طب انا الكارنت ده ممكن يجيبه ازاي? والله انا مذاكر من شابتر وان الكارنت فيه على اه. بس معايا والقر مش معايا. بديه ارمش معاك. لان الاري انترنل موجودة معاك. واللي سيريس معايا موجودة. بس مقاومة ذات نفسه انا معرفهاش. هو اكيد سلك وعمل من مقاومة. هو قال لك ياللي ملوش مقاومة السلوك التاني اللي هي السلوك دي. دي اللي ملاش مقاومة. السلوك اللي انت موصل بيها ملاش مقاومة. طيب. يبقى ايزا قمز لهو كده. كده خلاص. على قمز لهو السرنكت ايه? خلاص. ما اقولوش مش هينفعني. خلاص اوكي? انا خدت قانون النهاردة بيقول لي البي اكوال ميو ان اي على اتنين ار. والله يا مستر معاك البي. ومعاك التو. ومعاك الريديوس. ومعاك الان. ومعاك الميو. تعرف تجيب مين? تعرف تجيب الاي. ده اللي هعمله فعلا. ان انا اه اعوض واجيب الاي? واجيب الاي. بس في مشكلة. في مشكلة. انا لو عملت كده. هيبقى غلط. طب غلط ليه? بص ازيدي. لو ركزت عند النقطة بتاعتك. النقطة ام. السنتر بتاعك. السنتر بتاعك ده. بيأثر عليه كام ماجنيتك فيلد. اتنين. دي بقى البوينت انك لازم قلت لكم الحصة اللي فاتت. وعلى لك الحصة دي. والحصة ده جاي كمان. كل او الجزء الاولاني من شابتر او او سوري اه تلتين شابتر وا تو. تلتين شابتر تو. اول تلتين. لازم تبقى محدد في السؤال فيه كام مصدر للمجنيتك فيلد. فيه كام سورس للمجنيتك فيلد. فللوها لتقولك كده انت تفتكر ان ده اللي معاك. البي كويل يعني. زي ما انا عملتك ده وغلطت من شوية. وهنجيب الايبو خلاص وتكمل الحل وهتلاقي دي ماشي معاك عادي. وهتحسب كل حاجة عادي. ومشي حاجة وطوف معاك. بس الانزل سيكون لها ايه. مش مزبوط. مش مزبوطة ليه بقى. علشان حضرتك النقطة دي بيأثر عليها اتنين مش واحد بس. طب فين هما? الاولاني اللي هو السلك اللي مدور. اللي هو البي كويل. مين كمان? الستريت واير ده. اهلا بس علق. ده. مش هو دلوقتي مديك ان المسافة دي. بعشر سنتي. يا ترى مديهلك ليه? بيقولك المسافة من السلك المستقيم ده للنقطة عشر سنتي. ليه? فاعرف لو ما كانتش مديلنا المسافة دي. يعني اللي عارف لو دي ما كانتش موجودة. كان اللي انا عملته في الاول صح. خلاص. البي ايك والمي وان اي عد تو ار. ونجيب الاي وشكرا خلصنا. انما هنا هنا في السؤال بيقول لي لأ ده انت اللي عندك المسافة دي برقم. معنى كده انه بيقول لي خد ده كمان في حساباتك. اوكي? يبقى انا عندي كمان ايه? بيوار. طب وياترهم ما سيم ولا هو بوزت. نحن بعده والعكس بعدها نشوف. الكهربة خارجة مسلا من الباستف. بعد ما نعرف للسويتش يعني. هذا مسلا ماشي كده. ماشي في النص لفة انتي كلاك. لفة صعوبة عك انتي كلاك. هتشاور البي لفين? لفوق. يبقى البي كويت بتعمل اوت. طب كمل معي. نزلة 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 دخل ايمين. اه. يعني الكرابة في السلك دخل ايمين. يبقى يمين وين? وشماله? اوت. يبقى بيعمل عند النقطة اوت. يبقى انا حاج معهم. خلاص يبقى انا عرفت ان هم ايه? بلاس بعض. ازا البي توتل اللي هو مد يعني اكوال. البي كويل بلاس. البي وير. طب البي كويل بكام? والله ميو في الان في الاي على اتنين ار. والار معك بباي سنتيميتر. بلاس. البي وير. البي وير بكام ميو اي انها نفس الاي نفس السلك. على تو باي دي. وديهم اديه لك بتن زنتيميتر اللي هي طب واللي اتنين على واحدة كام عند السنتر هم اديه لك بتنين ونص. تقريبا. خدخلها زي ما هي. هيتلع لي الاي باثنين امبير. بلا فكرت ازاي? طلب من الكارنت. فكرت في اومزلو. اومزلو ما نفعنيش لان الريزيستنس يتكلمش معي. ففكرت في قانون وزبطت الدنيا ان اخب بالي ان هم اتنين. ارجع عوض. وبحسب الاي. باكرة بقى خلاص كلام فاضي. عايز منك بتاعت الرينج. ممكن نجيبها باومزلو. ان الاي. جيبناه اتنين امبير. ايه? ار الكويل. السري بوينت سيفنتي تو. وكمان الاتنين اوم الانترنل. تعرف تعمل وتجيب الار كويل. طالع معي بسيكس بوينت تونتي ات. اخر واحد ده يعني في ركاية قد كده. مش تركاية هي. هخليك بس تخبلك من حاجة. مش 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 مشتركة ومش حيو صعبان. عايز بتاعت شابتر ون. رو اي. رو اي. اللي كان بتايقوال ار اي على ال. تعال لك انا نتكلم لها شوية. والله القانون كان بيقول. رو ايقوال رال ار اي على ال. عظيم معنا. الاريا. عايزك بقى تركز معي في اه النقطة دي. الاريا اللي كانت في القانون ده هي اريا الواير نفسه. والاسف السلك اللي انا استخدمته هو مش اه يعني مش مدور. بس هو افلات كده. ممكن نتخيل مع بعض سلك تاني. عشان لازم تعرف تخيل القصة دي. ده سلك الواير ده يعني سيركل. يعني لو قطعته كده. زي هيك الشحن عندك لو قطعته. وبسط له من هنا كده. هتلاقي ده لي لي تخن معين او سمك معين. تخن الواير ده اسمه الاريا اللي هيك نتفق قانون. اوكي? فانا هكتب هنا ايه? الار في الاريا. الاريا بكم? باي? ار سكوير. ان هي ار. الاريديس. الواير. ريديس الحتة ديه. ريديس التخن التخن اللي بتاع نفسه. تخن السلكة نفسه. فانا هكتب الواير. شان ما تنساش. اللينس. اللينس مش معك. طول النص لفة اللي ريسمه لك دي كلها. طول النص لفة ده فين? ما معرفش. مش معايا. نجيبه ازاي. نرجع للقاونين. القاونين اللي كانت عندنا. القاونين اللي كانت عندنا ان الان ايكوال. يبقى لها مختلف كده عشان. مش شايفين اكتر. الانس الواير على اتنين باي ار. او بس الار دي كان اسمها ار ايه بقى? نرجع كده مع بعض للحتة دي. الريديس اللي كان عندي في القانون كان ريديس اللوب. الريديس اللي هو الحتة دي كلها. الحتة دي كلها. دي. الريديس الكوين نفسه بقى. يعني بعد ما انا مسك دي. واعمل منها لفة كاملة. سيركل كاملة ايه? الريديس ده قد ايه? اللي هو من هنا لهنا كده. لو هي سيركل كده كاملة. من هنا لحد هنا. المسافة دي. ده اسمه ايه? اسمه ريديس. ريديس ايه? ريديس الكويل. ريديس اللوب. غير الريديس بتاع السلك نفسه. تخن السلك نفسه. فاهم? فلازم تركز في حاجة ايه? انا دائما في السؤال عندي. حاجة اسمها. الريديس الوير ودي بيجيب بيها اريا الوير اللي هي في قانون الريزيستيفيتي والريزيستنس. وعندي ار الكويل. دي اللي بيجيب بيها طول السلك كله او عدد اللفات. يبقى ممكن من هنا ان اقول لك لنس الوير ايكوال ان في اتنين باي اريكويل. خلاص? وارجع عوض الان معي بنص لفة. اتو باي تمام. الريديس هو من دوني فوق بكم? باي متهيئة لي? اه. باي سنتيميتر اللي هو بتاع الرينجة اريكويل اريكويل. اريكويل. خلاص وانعوض. عشان كده تلاقيني في هنا في الكتابة. تلاقيني هنا في السؤال. موضحها لك قوي. ان الاريا فكتها الايه? باي ار سكوير عادي جدا بس انهي ار ار الوير. سلك نفسه. طب ولما جيتها بفك اللينس فكت اللينس الايه? بس الار هنا ار الكويل او ار الرينج. فدي تاخد بالك منها وتعود بقى تعود نباشا. يبقى في فرق ما بين. الريديس الوير. الريديس الكويل. الريديس الوير اكتبها كده معلش عندك. عشان بس ان ابرده بحس ان انتو ايه? احيانا بيتسقطوا لحقيقة المهمة دي. بقول لك مهمة مهمة وانت يعني بتكتبش قرية. الريديس. يا ايه ما هيكون الريديس الوير? يا ايه ما هيكون الريديس الكويل. الريديس الوير مش هستخدمه في اي حاجة غير ان نجيب يوجد اري الوير. كلامك هافيه. تخني السلك نفسه. يستخدم في ايه? في الري الوير. اللي هي في قانون يعني يا مستر اللي هي في قانون الريزيستنس. او 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 ايان كان. اللي هو القانون ده يعني. او ايان كان. كلها. ده كويل. ايه ماشي هنا هي كده. باستخدمه في ايه? باستخدمه ان اجيب او اجيب بتاع الواير. اهو. او 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 ده اكيد بيتطلب مني ايه? خلاص? يبقى بتاع الكويل اللي هو اللفة الكاملة. ده الحتة دي كلها كده. باستخدمها في ايه? يما اجيب عدد اللفات يما يجيب طول السلك. خلاص. خلصنا منها. نخش على السؤال اللي بعده. هم نسحب بس الكلام ده. السؤال اللي بعده. بيقول لك ايه? طبعا او كده في نفس الوقت يعني مش سؤال واحد. بيقول لك كزا معك الديامتر يعشان انا عرف كده اجيب الريديس. اشتا? اه الاريا تخن السلك نفسه معايا الاريا. معايا الريزيستيفيتي. معايا اليمف. معايا الباور كمان. احنا كده بنتكلم مع شبتر 1. عايز هي يعني مسألة كده ايه? بتفكرك بس بالقوانين. انت عايز عدد اللفات. النمبر اف ترنز كان ايكوال لنس الوير على طب هو انت مش معاك ايه? انت عايز الان. الطو معاك والباي معاك والرديس معاك. ما انا اجيبه من الديامتر. نص الديامتر. طول السلك مش معاي. فلازم اجيب لنس الوير. طب لنس الوير ممكن اجيبه منين? عشان في نفس القانون واللي هنقبله في حلو نفسنا. فهروح لقانون الشبتر 1. ده هو ال R equal Ro L على الارية. انا عايز الارية معايا ومعايا. وانا عايز الارية. بس ال fil бор مش معي. فلازم احسب يبقى 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 ممكن من القانون ده احسب اول حاجة اح對了 احسب اجيب الان. كلام بسيط. عايز المجنونيك فيلدي عند السنتر. تعويض مباشر. البي ايكول. ميو معنا الميو. الان اردية حسبناها. الاي. مش معنا الاي. بس معي الباور والفولت. فلقسمت البي على الفي هجيب الاي. اللي هو من شابتر وان. او هقسم الفي على الار من اجيبت الار خلاص. الفي على الار اجيب الاي. فالاي برضو معاك. على اتنين ار والار برضو معاك. فخلاص تعويض مباشر ما مباشر اي مشكلة. انا بحل السؤال ده ليه? بحل السؤال ده علشان رقم سي. شوف انت حضرتك فاكر ولا مش فاكر. رقم سي بيقولي. اف يوز اجريتر نمبر اوف ترنز. ان سيم فولتج ان سيم باور. وود اتبريديوس اجريتر مجنونيك فيلد. هل لو انا استخدمت. هل لو انا اكتر? واستخدمت نفس الباور ونفس الفولتج. ده هيديني مجنونيك فيلد اقوى. تعال نشوف القانون البي والله ميو ان اي على اتنين ار. فانت للوهلة الاولى بتلاقي ان الان لما تزيد البي بتزيد فتروح تقول له انكريز يا باشا واي انا خلصت. مش احنا ريه السائلين? ان لما حضرتك بتزود عدد اللفات انت بتزود فبتزود فبتقلل عند او صوري سيم فولت. يبقى الثامن اللي انا بدفعه اني بزود اللينس. بزود وهو قال لي سيم باور و سيم فولت ولا? قال لي سيم باور و سيم فولت. يبقى الاي هي ايه? هيقل. طب ولما يقل. البي هتقل. يا انت عملت حاجة? يبقى الايجابة. زي ما اتفقنا و زي ما شرحناها من شوية. السؤال اللي بعده. نمبر سيفن. انزا اوبوزت فيجر. روبع لفة بل ان معاك الراديز بتاعها معاك. اه يبقى انا عندي كان فيلد اتنين. واحد جاي من بره كمان. يبقى اتنين. قيمته كام? اربع مايكرو تسلا. زي ما احنا شايفين. عايز سؤال البسيط قوي. البي عند البي كويل والبي اكسترنل. انا لازم احدد لشن هارف اجاوب. طب الواير. الكويل بتاعي قرب ما مشى في كلوك هي اخدر. اللي اخدر دي اهي. اهي. مشى كده. لازم الخضر اللي انت شايفها الملزبة دي قدامك. كده. يبقى بيعمل اين. اه يبقى الكويل بيعمل اين بل اس اللي هي الحمراء كتير دي. يبقى هامل لهم ماينس. الكويل عندك ميو في الان في الاي بخمستاشر امبير معاك على الرسمة ايه? على اتنين ار. الار عندك بقى هو. سنتيميتر. ماينس. الاكسترنل اللي هو الاربعة. انا الحقيقة ما عرفش من الكبير. يعني انا انا ما عرفش هو الاكسترنل الاقوى ولا الكويل الاقوى. فانا حطيت الكويل الاول. تلالة في الانسر ناجد تفهشيله وخلاص. معنا ما عرفش من الكبير. نيجي للسؤال اللي بعده. number eight. ازا فيجر شو اكارنت باسنج ان ايتي ارينج اف وان ترني بالان بوان. الراديس معاك تيم باي سنتيميتر. والاريا كان معاك او بوينت وان مليميتر سكوير. يعني معاك الاريا. معاك الراديس بالكويل معاك الان كمان. وبيديك ان الكارنت ماشي بنص امبير والبوتنشل دفرنس اللي على الكويل كله باي فولت. باي فولت. يعني معنا الفي والاي. الراجل طلب مننا ايه? طلب مننا اول طلب خالص بيقول لي انا عايز منك. وانا امبوصله كده الكامل. والله مسؤال بسيط. انا عارف انها ممكن تيجي ازاي? في على اي على طول. خلاص. باي. على نص. وباثنين باي. خلاص خلاص. شكرا. الاراك ويفلنت بتاعت. الليلة دي كلها وهي متوصلة كده. اتنين باي. الريزيستنس بتاعت كل برانش منهم بكام? اركز في دي عشان قدامك ازاي طريقة اول طريقة مثلا. انا عارف النص امبير ده لما يجي هنا. حيتقسم لربع امبير والربع امبير. وبالتالي. لما يجيب الار بتاعت البرانش الواحد. برضو في على اي. باي على اي. بس اي الفرع. الفرع بربع امبير. يبقى اربع اي باي. مستر هو ازاي الار بتاعت البرانش اكبر من الار اكويفلنت. عشان تنمص لهم بارل. فطبيعي يعني. متوص البرل بنصغر قلنا. طب الطريقة التانية. ما انتم ذاكر ان الار اكويفلنت بتاعت الار على اي? الار على ان. الار اكويفلنت جبناها باتنين باي. الار الواحدة منهم معرفش بكام. طب هم كام واحد هم اتنين. خلاص يبقى برضو الار اكوال كام? اربع باي. دي اول طريقة. دي تاني طريقة اختار اللي اعجبك. اه تالت سؤال. لما تبدأ ان انت ايه? تفردو. طب ما هو دلاتي الجزء الفقاني باربعة باي اوم. وجزء التحتيني باربعة باي اوم. فلما فردو هيبقى سلك طويل بتمانية باي اوم. حجمها فمعيتي. يبقى سي هتكون طبعا اربعة باي. بلاصة اربعة باي. تدينيه تمانية باي. لان هو عايزه انكويلد. عايز يفردو بقى. يعني عارف زي ايه كده? يعني زي السلك ده. السلك ده. انا بقول لك ان النص الفقاني ده باربعة باي. والنص التحتيني باربعة باي. طب لما مفردو كده. بقى كله كان باي. اربعة باي باربعة باي. يبقى تمانية باي. رقم دي. رقم دي عايز ده اللي يهمني السؤال ده الصراحة. ليه? هنتكلم فيها لكزا تعويض. مهمة اوي. دلوقتي يا شباب. خدناها من شابتر وان. كانت بتايكويل. لارا. اللي على اري. ركز بقى في الحاتفين. الاريا كده كده ستة موتوخن السلك سابت. مش هتغير هم الدولك فوق. مليميتر سكوير. مليميتر سكوير. مليميتر سكوير طايمتين باور نيجتيف سيكس. على اساس ايه? ما هو مليميتر. مليميتر بطايمتين باور نيجتيف سري. فانا بكنا على مليميتر سكوير. فاهمل هنا باور تو. هنا باور تو. يبقى هنا كمان باور ايه? باور تو. هيطلع سيكس نيجتيف سيكس. نرجع بس الكلام. السؤال اللي عايز مني? الكوندكتيفتي والكوندكتيفتي اللي هي الارا. مم. الاريا عاودنا عنها. مشكلتك دلوقتي في اللينس والار والريزيستنس ركز فيها. اللينس لو انت هتعوض عن الركز في كلامي. لو هتعوض عن لينس الرينج كلها يبقى يبقى هتعوض عن الريزيستنس الرينج كلها. هتعوض عن لينس النص لفة هتعوض بالريزيستنس النص لفة. اوكي? طيب الالي كان بكام? نقول الالي برضو مش معايا. هحسبوه ازاي? في الان. والار زي معايا. يلا تو باي ار الكويل ده سابت برضو. مده هنا فوق اهو بتين سنتيميتر. يعني او بوينت وان. او بوينت وان. الان. انت بقى ومزاجك. الاريزي ما هي ايه? نفس الكلام. انت ومزاجك بقى في عدد اللفات. عايز تاخد اللفة كلها? يعني هتكتب وان. يبقى هتعوض عن الريزيستنس التمانية باي. ليه? انت عوضت عن السلك. الان بوين. اللفة السلك كله. لفة كاملة. فاتعوض عن السلك كله هو كام? تمانية باي. تمانية باي. فلو كتبت لي. لو كتبت لي الان بوين. تكتب لي هنا تمانية باي. خلاص? طيب ولو? حابب تاخد النص الفقاني بس. يعني هتعوض باللنس بتاع الحتة دي بس. خلاص? انا لو هتعوض لي عن الان بنص. يعني انت هي اللفة كاملة هي? عايز تاخد انت النص اللي تحت بس. الجزء. الجزء ده بس. طب ما الجزء ده. ده ما واضح حسنين مع بعض بكام? الجزء ده. حسنين مع بعض بكام? باربعة باي. فتكتب الاربعة باي. يا كده يا كده. طيب اخر سؤال بيقول لي الفلاكس دانس تي عند ده سؤال برضو جميل جدا. بص في ايدي. دلوقتي انا اصلا من غير محسب. بس هنقش معك واحدة واحدة. البيعا للسنتر هنا بيأثر لها كامفيلد اتنين. النص الفوقاني والنص التاختيدي. ما هو الكارنت لما بيجي عند النقطة بتاعتنا دي. بيتقسم حبة فوق وحبة تحت. بيتقسمه بالتساوي. ربع امبير وربع امبير. شو معنى مستر بالتساوي? علشان هنا هو خلاص. ما قالكش ان اللي فوق ادخل مسلا. اللي تحت ادخل وهكزا. لكن هو شكلناه بالشكل ده خاص قد بعض. فالكارنت تقسم بالتساوي عادي. هما نصين يتقسم بالتساوي. فلو انت بصيت على النص الفوقاني. النص اللي حلوانه باللازرق حالا ده. النص ده كده. الكهربا تمشي فيه. صابعك مع الكهربا. بتعمل ايه? ان. ولكن عكسه اللي باللحمر تحت. الكهربا مشي فيه فبتعمل ايه? بتعمل طب ما اللي اتنين معدي فيهم نفس الكهربا. نفس عدل اللفات نص لفة ونص لفة نفس الان يعني. والاتنين نفس نفس خلاص يبقى نفس البي نفس البي وعكسه بعض يلغو بعض. يبقى زيرو. يبقى انا مغمض. الاجابة هتكون زيرو. نيجي للسعيل اللي بعده. نيجي للسعيل اللي بعده. نمبر ناين. نمبر ناين بيقول لي كزا. يعني انت معاك بتاعت الاولاني. بان ممكن نحسب اهي. تعود مباشر تلعت تمانية ميلي تسلا. طيب والسكند وير الكارنت في سبين امبير نمبر افترن سكس هندرد ريديس فورتي فور سنتيمتر يعني معاك البي بتاعت السكندري كويل. ههوض تلات ستة ميلي تسلا. الاتنين ماشيين في السيم دايركشن. اه اهو. واحد كده واحد طب ما لو الاتنين يبقى الاتنين بيعملوا ايه? ولو الاتنين بيعملوا هجمعهم. خلاص بقى اجيب الاولين هجيب التاني واجمعهم. فاش مشكلة. طب بيقول لي لو واحد منهم لف مية وتمانين يبقى ايزا الكاريب بتلف وعملتها كده هتبقى انتي يبقى هنعمل لهم طب ولو واحد لف منهم تسعين درجة كان كده وبقى كده هيبقى واحد كده واحد كده يعني الاتنين ايه? الاتنين البربنكلا البعض هيبقى واحد كده والتاني كده فالاتنين يبقوا البربنكلا البعض زي انا رسمها في الكتابة اهو يبقى الاتنين بس دي آآ آآ غلطة مبقية دي مفروض تمانية ستة سوري دي ستة عشان احنا الاولاني جيبناك كم الاولاني جيبناك تمانية ميلي تسلا والتاني ستة ميلي تسلا فانت تجمع مرة مينوس مرة ده كده الجزء الاولاني اللي هو او سوري الجزء التاني اللي هو هنتكلم برضو في البورت اللي جاي على البيسلنويد